وبالمكتبة الوطنية بالحمى عرضت وزيرة الثقافة والفنون ماليكة بن دودة الخارطة الأثرية للجزائر التي أرأت النور في شكل تطبيق تفاعلي وهي دعوة لاستكشاف أزياد من قرن من الاكتشافة الأثرية عبر التراب الوطني التي تغطي فترة تبدأ من حقبة ما قبل التاريخ العائدة بما يزيد عن مليوني سنة إلى غاية الفترة التاريخية الأكثر حدثة حينا وضعنا خريطة لتحمل كل الأطار التي ظهرت بعد الفترة الاستعمارية وهذه مسألة مهمة وهذه الأطار تعود بالجزائر وتقدم قراءة متنوعة اليوم مع الخريطة الجزائرية تظهر الأطار الموجودة في الجنوب الجزائري التي كانت غايبة تماما من قبل وهذه الأطار خاصة تعود بنا إلى فترات ما قبل التاريخ إلى أكثر من 2.4 مليون سنة من التاريخ